السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يا سيني من قناة يا سيني أكاديمي لتعلم اللغات في درس اليوم سنتعلم درس مهم جدا وهو درس من خلاله أريد أن أوصل رسالة معين وهي تعلم اللغات يا عزائي المشاهدين ليس بالطريقة المملة التي تعودتم عليها تعلم اللغة جديدة إذا اخترت الأستاذ المناسب واخترت المكان المناسب فهي متعة حقيقية وهذا ما سأبرهنه لك في هذا الفيديو فتبع ما هي حتى النهاية اليوم سأشارك معكم أحد دروس دورة يا سيني أكاديمي لتعلم اللغة الإسبانية في ستة أشهر ومؤخرا أيضا قد بدأنا تعلم اللغة الإنجليزية فهو ذات قواعد أكثر شيء مميل في اللغة هو القواعد لكن دعني أريك كيف أدريت القواعد حتى تتعرف معي هل فعلا دراسة القواعد شيء مميل كما يقولون أم ماذا فابدأ على بركة الله موسيقى موسيقى في هذا الدرس نتعرف على تركيبة مهمة جدا اللغة هي تركيبة كومو ماس البرسنتي للسبخون تيبو تركيبة نستخدمها بكثرة يجب علينا أن نتعرف عليها بابوسا يا إذن إستا كونستركزوني كيبالي هالسي ماس اندكاتيبو أونك سيوستصولو كون أكون تثمينتوس نيكاتيبو بمعنى أن هالتركيبة التي سنتعرف عليها اليوم التي هي كومو ماس البرسنتي للسبخون تيبو هي تساوي أيضا تركيبة سي ماس البرسنتي للسبخون تيبو سنتعرف على الفرق ببينهما وهالفعل هناك فرق إذن في الجمال الأولى نقول هنا إذا تم إقصائي يعني لو فشلوني لو سقطوني فإن والدتي ستعاقبني فهذا تركيبة سهلة في الجملة الثانية نقول كومو مي سوسبندن مي مادري مي باكستيغار لاحظ أن الترجمة إلى العربية هي نفس الترجمة لم نغير أي شيء لماذا؟ لأنها هي كما قلنا إيكيبالي إيكيبالي يعني تساوي فالفرق الوحيد هنا هنا هو في تصريف الفعل هذا الفعل سوسبندن هذا فنقول سمي سوسبندن هنا قلنا دن لأنها في إنديكاتيبو وهنا قلنا دن سوسبندن لأنها في سبخون تيبو كما قلنا أن السبخون تيبو الإنديكاتيبو إذا كانت إي فهي تصبح تصبح عشر إحنا في أزمينة سبخون تيبو هل هذا هو الفرق؟ فقط أما في العربية فهي نفس الترجمة لاحظ معي نفس الترجمة لم نغير أي شيء إذن هذه جملة سهلة جدا ننتقل للصفحة الثانية هنا مثلا نستخدم أيضا هذه التركيبة ديال ديال هناك تهديد هناك تهديد ففي الجملة الأولى أنا من كنتو أقول الجملة أنا فأقول أقول سي مي سوسبندن سي مي سوسبندن يعني أنا من أقول الجملة مي مادرمي باكستيقار لكن هنا ربما أنا هي الأم هي أم تلك الوالد فأقول له سي سوسبندس تو سي سوسبندس الالكسامن تبويا كستيقار كتándote الوردينطور أو الموبيل أو لكسيا في الجملة الثانية أيضا أقول كومو سوسبندس فأنّ İnغيارن هنا E إلى A أيضا لأيضا liانا سو обычنبو كمو سوسبدا السي Bond teكيط الوردينطور فهنا اذن لدين امناثا امناثا فهنا ألمن أوجي هل كلام كمو سوünde لو سقيا والدي أندري وأندري فكمو سوspندس السي bend ensuring teكيط الوردينطور أو quéسيا فإلا فهمنا هل أنا سي مست�� rational Learning يسمع ايضا كما السيبخان تيبو عفوا قلبتها واقع لا سي ماس البرسنتي في انديكاتيبو هي نفسها كما السيبخان تيبو لهذا في كازية من الاحيان تسألون لماذا استخدمنا هنا سبخان تيبو لماذا استخدمنا سبخان تيبو لان يا عزيزي هي تركيبة كما سبخان تيبو لهذا من المهم جدا ان تعرف على تركيبات الجمل فهي تساعد بكاترة في فهم الوغة الاسبانية والتحدث بها بتلاقة لأن تبقى تسأل لماذا استخدمنا سبحون تيبونا ما هي الجملة التانوية ولا لا فراسي سبور دينادا وأين هي كي وإن هي فهي تركيبة يا عزيزي كومو ماس سبحون تيبو أنت لأنت تعلمها وما تنساش أيضا ننتقل إلى الصفحة الموالية نقول في الجملة الأولى ستيا تريبا سابي غارمي مي بويا دي بورسيار سيورو إذا تجرأت على ضربي سوف أطلقك أو سوف أطلق بالتأكيد ستيا تريبس هو الفعل تجرأت ستيا تريبس أبي غارمي إذا تجرأت على ضربي مي بويا دي بورسيار سيورو فهذه هي لامناثة لامناثة هي أنني سأقوم بتطلق إذا عملت كده 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 فهناك أمناثة فهنا نستخدم تركيمات سي ماس انديكاتيبو أو كومو السبحون تيبو كما لدينا في الجملة الثانية نقول كومو مي بانت اسلامانو مي دي بورسيو إذا رفعت يدك علي سأطلقك فهناك لدينا أمناثة ونستخدم كومو مباشرة السبحون تيبو عندما يكون لدينا مال برونستيكو إذا نستخدم هذه التركيبات نفهم ذلك في عمجلة نقول هنا فلنهتنا مستشفى سوف تنسل بما أنها تنسل بما أنها تنسل فهو حقيقة ندخل هنا ندخل مؤكد فهو حقيقة نسمع فالتنسل فهو حقيقة فهو حقيقة فهو حقيقة ما هو الفرق بين الجملة الأولى و الجملة الثانية الفرق يا رزيزي المشاهد سهل جدا وأن في الجملة الأولى شيء مؤكد ونحن نراه بأعيننا لكن في الجملة الثانية شيء غير مؤكد لأنه ليس لا يقع الآن فأنا أقول كموستيجو بيندو مثلا نحن اتفقنا على الندى في اليحلة غدا مثلا غدا وأنا أقول لك كموستيجو بيندو نو بوي إذا تحت تشغدة إذا كان هيد تحت تشغدة ما غاليش نمشي كوموستيجو بيندو نوبوي نوبوي كوموسطرو حسنا 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 كم المرة أنت تقول غدا سأبدأ في تعلم اللغة الإنجليزية أو اللغة الإسبانية ما هي آخر مرة قلت فيها ذلك؟ قبل شهر؟ قبل شهرين؟ قبل سنة؟ هل فعلت ذلك؟ الحياة قصيرة لنكون هناك غد دائما لديك اليوم فقط لهذا انهض الآن وتعلم اللغة التي تريد تعلمها ونحن في ياسين أكاديمي سنساعدك على تعلم هذه اللغة في أقصر وقت ممكن بدون أي توقيت محدد ولمدى الحياة تعلم لغة جديدة يفتح لك أبواب كثيرة وفرص عمل أكثر والاستمتاع بالحياة خصوصا وأنت تعيش في دولة تحدد تلك اللغة تخرج إلى الشارع وأنت مستمتع تذهب إلى المطعم وأنت مرتاح تذهب لقضاء غرض إداري وأنت مطمئن ماذا تنتظر؟ توصل معي إلى الواتساب للاستفسار عن أي معلومة بخصوص دوراتنا لتعلم الإنجليزية والإسبانية مع ضمان لمدة 15 يوما ترجمة نانسي قنقر